كيفية طريقة استخدام البيانات المخصصة لتجربة ديسكورد على تطبيق ديسكورد بطبيعة الحال تقوم بفتح تطبيق ديسكورد يا أصدقائي بعد أن يفتح تطبيق ديسكورد تقوم بالذهاب إلى الأسفل والضغط على هذه الخانة هنا بعد أن تضغط عليها تقوم بالذهاب إلى Previce and Safety وتقوم بسحب الشاشة إلى الأسفل لتجد خانة اسمها Use Data To Customize My Discord Experience سوف تجدها مثلا غير مفاعلة أنت سوف تقوم بالتفعيل بالضغط على هذه الأيقونة هكذا وهكذا تتم العملية بكل نجاح يا أصدقائي وهنا صنعي تدع الفيديو لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وإشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر